السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ابو انس النهاردة معنا جهاز جديد من شركة شاومي وهو المي ناين تي شركة شاومي فعلا تحس لها فعلا فعلا قلبة الموازين بمعنى الليها حتطلق تليفون في كل المميزات وكل حاجة انت ممكن تتخيلها او ممكن تحتاجها هتلاقيها في المي ناين تي عايز مسلا شاشة يعني شاشة كاملة بدون نوتش خالص في الشاشة هتلاقيها موجودة عايز معالج قوي جدا عشان تلعب عليه العاب ويستحمل معاك بدون تقطيع في الفرامات وبدون اي مشاكل في اللعب هتلاقيه موجود بتدي لك معالج قوي جدا زي ما هنتكلم عليه بعد شوية عايز كاميرا بوب اوب بتطلع وبتنزل عشان يبقى شكل التليفون شيك موجود عايز شاشة كويسة برضو موجود عايز زاكرة عالية ورامات كويسة برضو موجودة في التليفون دوت فتحس التليفون فعلا اي حاجة انت ممكن تبقى انت محتاجة في التليفون ده هتلاقيها يلا بينا نشوف امكانات التليفون بس قبل ما نبدأ اريد تتأكد انك عامل اشتراك في القناة وانك مفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناة اول باول وزي ما انا بقول يا جماعة عايزين فعلا فاقرب فرصة نيوصل للخمسين الف سبسكرايب فاريت ما تنساش اللي انت هتعمل سبسكرايب وانك تعمل لايك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن يلا بينا نشوف الامكانيات اولا التصميم فالموبايل جاي بتصميم من الازاز وفريم من المعدن نيجي نتكلم عن الشاشة فشاومي هتخليك تخوض تجربة كويسة جدا بشاشة كاملة بدون نوتش نهائيا ببزل قليل جدا والكمال الامامية عملتها بسلايدر والشاشة جاية من نوع املود بمساحة ستة وتسعة وتلاتين من مية انش بجودة فول اتش دي بلاس بدقة الف تمانين في الفين تلتمية واربعين بيكسل بمعدل كثافة بيكسلات ربعمية وتلاتة بيكسل لكل انش بالاضافة ان الشاشة عليها طبقة حماية جرولا جلاس 5 وكمان الشاشة بتدعم خاصية الاتش دي ار الموبايل اللي معنا النهاردة هو الـ Mi 9T نازل بنسختين نسخة ستة جي جا رام مع زاكية 64 ونسخة ستة جي جا رام مع مية تمانية وعشرين لكن فعلا زي ما بيقولوا كده الحلو ما بيكملش الموبايل اللي معنا النهاردة هو الـ Mi 9T مش نازل فيه مكان الكارت الميموري يعني منفعش ان انت تحط الكارت الميموري خارجي نيجي نتكلم عن الاداء ودي طبعا من اهم نقاط بيع الموبايل وهو المعالج القوي اللي نازل فيه وهو السناب دراجون سبعمائة وتلاتين بتقنية تمانية نانو متر وده طبعا هيبقى موفر معاك في البطارية مع مع معالج رسومي ادرينو ستمية وتمنتاشر المعالج ده جماعة نفس المعالج اللي موجود في جهاز بـ 11000 جنيه وهو السامسونج الـ 80 يعني الليعبة زي العابة باب جي هتشتغل معاك كويس جدا ومش هتلاقي فيها اي تقطيع في الفريمات وهتبقى الموضوع بالنسبة لك كويس جدا وهيبقى سلس في التعامل نيجي نتكلم عن الكاميرات فالموبايل جاي بكاميرا امامية بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 وطبعا بما اني مفيش نوتش في الشاشة فكان لابد ان يكون فيه سلايدر عشان خاطر الكاميرا الامامية وشركة شاومي اعلانت ان التليفون او السلايدر اللي بيشتغل في التليفون ممكن يشتغل معاك من خمس سنين لسبع سنين بدون اي حاجة بكل سلاسة ومش هيبقى فيه اي اعطان نهائيا فموضوع السلايدر ده فما تقلقوش منه خالط اما الكاميرا الخلفية فجاي بكاميرا خلفية سلاسية الكاميرا الاولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8 والكاميرا التانية جاية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 تليفوتو يعني علشان بتعمل الزوم ان والكاميرا التالتة بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 ودي طبعا للتصوير الوايت انجل اما عن نظام التشغيل فالموبايل نازل بنظام تشغيل اندرويد باي مع وجهة مستخدم ميو اي 10 اما عن وسائل اماني في الموبايل فالموبايل نازل بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة زي اللي كان موجود فيه اي 70 او اي 50 لكن باسرع جدا من التلفونات دي يعني هتلاقي التلفون بيفتح معاك في البصمة اسرع جدا من التلفونات اللي هي اي 50 او اي 70 وكمان التلفون بيدعم خاصية الفيس الوك عن طريق الكاميرا امامية واخيرا طبعا بقى البطارية فالموبايل نازل بطارية بسعة 4000 ميلي امبير غير قابلة الازالة وكمان بيدعم الشحن السريع بقوة 18 واط وكمان الشحن السريع او الشحن السريع بيجي معاه في القرطون يعني مش زي النوت 7 النوت 7 كان بيدعم الشحن السريع لكن ما بيجيش معاه شاحن سريع في القرطون ودي طبعا كانت نقطة انا ما كانش عجباني خالص في النوت 7 وطبعا التلفون بيشحن بمدخل طايب سي مش يو اس بي وكمان بيدعم خاصية الاوتو جي فانا صراحة يا جماعة بدون تطبيل وبدون بقى يعني مجاملة للشركة ولا اي حاجة واكيد ما فيش حد يعترض معايا في الكلام دوت ففعلا يا جماعة يعني اي حد يفكر لو يشتري تلفون ما بين الخمس تلاف ست تلاف جنيه مش هيلاقي اي منافس ولا اي تلفون افضل من الشاومي المي ناين تي ان فعلا الشركة ما بخلتش خالص في التلفون ده في اي حاجة يعني مسلا عايز معالج قوي موجود وعايز شاشة كاملة موجود ورمات كويسة وسعر كويس وخامات تصنيع كويسة فصراحة ما ثابتش اي حاجة العميل او المستخدم ممكن يكون بيحتاجها ومسلا بعدت عنها او ما حطتهاش او مثلا نسيتها يعني في تلفونات لا تلفونات فعلا كويسة جدا لكن حط لك مسلا اي بطارية صغيرة اه طب ليه حط بطارية صغيرة هي كده رخامة انا عايز بأى رخم عليك فحطت لك بطارية صغيرة تلت تلف اه ميلي امبير ولا حاجة لا دي حطت لك بطارية اربعة تلف ميلي امبير ت陷害 التلفون ممتاز وكل حاجة لكن شايل لك منه مسلا ايه مدخل تلاتة ونصف بتاع الهيتدفون جاك هو كده برضو رخامة فارد ما كنتش طاولت عليكم هتمنى لو يكون الفيديو عجبكم طبعا ما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم